السؤال هل آدم كان في الفردوس بالروح أم بالجسد وإذا كان بالجسد فلماذا وكيف بعد الموت سنكون بالروح فقط في الفردوس الفردوس اللي كان عايش فيه آدم غير الفردوس اللي هنروحه بعد ما نموت الفردوس بتاع آدم ده كان فردوس أرضي جنة فيها زرع فيها أنهار فيها حيوانات فيها طيور فيها ليل وفيها نهار عشان كده كان فيها آدم بروحه وجسده وبيأكل ربنا قالوا من جميع شجر الجنة تأكل أكله ومنعه عن شجرة واحدة اللي هي معرفة الخير والشر والجنة دي موجودة في المنطقة بتاعة العراق لغاية سوريا لغاية فلسطين كل المنطقة الكبيرة دي على الغالب يعني لما آدم أخطأ انطرد برا الجنة دي مش كان في السماء ونزل في الأرض لكن بعد ما نموت أروحنا هتروح للفردوس السمائي دي غير دي والأجساد تبقى لسه في المدافن لحين قيامة الأموات لما نقوم هيبقى الجسد مع الروح بس بطبيعة نورانية ونروح إلى الأقداس العالية ترجمة نانسي قنقر